هو إلي أكد لنا أن الأحاديث عشان هي كتمن زمان إلي أكد لنا أنها صحيحة السند في 21 علم بالأسانيد مين قال لي مين قال لي مين قال لي مين وإيه حال كل شخص اتقله كده وهو قابل اللي قابله ولا اللي بعده ربنا قالها من مسلمين بواحد وعشرين علم لا وجودة لمثلها إطلاقاً في العالم اتفضلي دلوقتي هو سيدنا محمد لما بينزل لي صور أو فيديوهات أو حاجة مش بيقدروا يتخيلوا ملامحوا أو مش بيزروا ملامحوا طب دلوقتي إحنا إلا أكد لنا أنه هو فعلاً كان موجود النبي عليه الصلاة والسلام بالذات اتفق الجن والإنس من المسلمين وغير المسلمين أنه كان موجود لأنه البيت بتاعه موجود القبر بتاعه موجود الكعبة اللي بنحج لها موجود الكتاب بتاعه موجود الأمة بتاعته موجودة القبلة بتاعته موجودة كل المسجد بتاعه موجود كل حاجة موجودة والغاية دلوقتي أيوة تفضلي حارتك يا شيخ نقلت أنه يعني أنه نحن نسلم عشان 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 حارك حارك ما قلت في الأول لكذا حاجة مش عشان احنا مسلا تولدنا كده وخلاص لكن ده 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 بيبقى مفهوم إحنا فهمنا لما من نجبر يعني الطفل العادي لما بيتولد بيعرف أن أهلهم أبوهم مسلا مسلمين فعشان كده بيطلع مسلمين بعدها لما بيبدأ يجبر ويبدأ يدور في ليه تمام بالنسبة لهم مسلا مسيحيين لهوديين أنا مسلا افترض أن أنا حد مسيحي وانا يعني مؤمن بديني بديني أوي وانا حتى حد 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 حولي كلم معي في الإسلام وانا مقتنح بديني أوي في يعني أنا كده زنبي مين اللي قالك إنك ليكي زنبي أنت متخيلين يا أولاد خناءة وهي مش خناءة دي هداية مفيش خناء ولا حاجة ومفيش زنبي ولا حاجة ممكن نكمل؟ يعني برضو المسلم ليه حق إنه هو يتدور مسلا في حكايته يعني ليه حق في يدور في الديانات الدانية مسلا الديانات الدانية كل علماء المسلمين دوروا وأنا دورت ووجدت إن الإثباتات والأسانيد والأدلة وكذا إلى آخره للديانة الإسلامية فأمنت بالإسلام عن حق الإمام أبو حامد الغزالي جلس يبحث عن هذا وأكد هذا أبو المعالي الجويني جلس يبحث عن هذا الإمام الشافعي جلس يبحث عن هذا وهكذا طيب ناخد سؤال من الولادة تفضل؟ هو ليه بما أن الإسلام هو الدين الصحة؟ وليه ما نزلش أول حاجة وكان فيه ديانات كتير قبله؟ الديانات اللي قبل كده حدث فيها نوع من أنواع النسيان والتفريط يعني لما أرسل الله سبحانه وتعالى آدم لما أرسل الله سبحانه وتعالى نوح ولما أرسل الله سبحانه وتعالى إبراهيم الناس كانت تتبع الديانة بعض الوقت وبعدين يدخلوا في عبادة الأوسان فيرسل الرسالة التي بعدها لكن الإسلام جاء الدين الخاتم ليس هناك نبي وليس هناك رسول بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان هو الأخير ولذلك قالوا لعله أخره ليقدمه يعني هو جيمة أخر ولكن كان هو يقولوها بالإنجليزي يعني العهد الأخير اللي بعد كده ما فيش رسل وما فيش تغيير لهذا العهد الأخير تفضل دين الإسلامي ما تحرفش زي بقية الديانات برضو أنت بتدخن في حاجة أنت ملكش العلم فيها إنك افترضت أن كل الديانات غير الإسلام محرفة أو كده إلى آخره هي العبرة مش كده العبرة هو كيف حافظ المسلمون على كتابهم وسنة نبيهم بالعلوم عملوا علم اسمه علم القراءات حفظه القرآن الكريم عملوا علم اسمه علم الحديث على 21 نوع من أنواع العلوم حفظوا كل كلمة وصنفوها هذا ضعيف هذا قوي هذا صحيح هذا حسن صنفوها ويعلوا لها مراتب في الاستدلال عملوا حاجة اسمها أصول الفقه عملوا حاجة اسمها علم اللغة فكل هذه العلوم التي قام بها الإسلام أو المسلمون من إلهام الله سبحانه وتعالى وتوفيقه مكنتهم من أنهم يكونوا أهل علم أهل توثيق وليس غير ذلك إحنا عندنا القرآن القرآن النبي كان عربيا والقرآن هو عربي والقرآن ورد إلينا باللغة العربية مش ترجمة إحنا عندنا السند سند القرآن موجود إلى اليوم ألاف الأسانيد والتواطر المزهل وهو هو القرآن بقراءاته العشرة هو هو القرآن فيه لغة وفيه سند وفيه خدمة قام المسلمون بخدمة القرآن